بسم الله الرحمن الرحيم متابعي موقع في الجول اهلا بكم يمكن خلاص ايام قليلة بتفصلنا على انتخابات نادي الزمالك المقرر اليها يوم 20 اكتوبر خلال انتخابات دي هيتم باختيار مجلس ادارة جديد جدير شؤون نادي الزمالك لبدة اربع سنوات يمكن من خلال في الجول بنحاول نترح لكم كل برامج السادة المرشحين وكل الرؤى بتاعتهم اللي عايزين ينفذوها خلال السنوات المقبلة يمكن ضيفنا النهاردة هو زي ما اتقال عليه في قيمة الكابتن حسين لبيف هو العقل المفكر وهو العنصر الابرز والاهم هو لاعب سابق ونجبه سابق لكورتلياد داخل نادي الزمالك هو رئيس سابق لاتحاد كورتلياد وحق مع المنتخب المصري العديد من النجاحات بيخود سباق الترشح في انتخابات قوية وشارسة على منصب نائب الرئيس بيشرفنا النهاردة يكون معنا شوانس هشام نادي الزمالك اهلا وسلم اهلا وسلم يمكن قرار الترشح جزي امت اخدت قرار بانك هتترشح اقفلت خبات نادي زمالك عفقت نداء البيت يعني الحمد لله بعد الفترة العظيمة اللي انا قضيت هطف في الاتحاد المصري كورتلياد وحقق انا فيها نجاحات كبيرة انا وزمالي الحمد لله نادي الزمالك محتاج يد العاون يعني نادي الزمالك محتاج شغل كبير جدا شغل في فكر وفي تفاني وفي اخلاص وفي تخطيط وفي رؤية فاعتقد نادي زمالك محتاج ولاده ان هم يرجعوا يعيدوا بناء جديد يعني عشان يرجع بقى بالقيمة وبالصور للناس كلها بتتمناه فده كان سبب قراري ان انا اخوض الانتخابات ان شاء الله يمكن كابتن حسين نبيب امتى بلغك او امتى بدأ الكلام بينك وبين كابتن حسين نبيب انه خلاص بقى يلا ناخد القرار النهائي ونتقدم بأوراق 13 هو الكلام ده قديم حبتين من الانتخابات اللي فاتت كان فيه اتفاق بيني وبين الكابتن حسين ان احنا نخوض الانتخابات مع بعض لكن هو يعني تنازل لكابتن احمد سليمان عشان ما يبقاش فيه تفتيت للأصوات فانزل لكابتن احمد سليمان فان انزلت مع كابتن احمد سليمان فمن ساعتها برضو ابتدنا انخطط عشان الانتخابات الجديدة بي لحد ما وصلنا في الآخر للفورما اللي احنا نزلنا بيها الانتخابات ان كده البعض شايف ان انتخابات نبزة مالك الاقوى هي المنصب بتا حضرتك هي الاشرس حضرتك ليه فضلت انك تدخل في منصب النائب يعني بعض الناس يقولوا لو كان كابتن حشام قرر ان يدخل الامين صندوق او عضو كان ممكن يموضوع اسهر حضرتك ايه السبب اللي خليك تفضل انك تدخل في منصب النائب هو ده كان الاتفاق من الاول خالص من كابتن حسين لو نزل رئيس انا هنزل معه نائب لو هو ما نزلش رئيس كنت انا هنزل على الرياسة احنا عندنا شوية اسكس كده قيم ومبادئ في اسرة كرة اليد في نادي الزمالك كابتن حسين بالنسبالي كان هو الكابتن طبعا وكابتن حسن صارو الدكتور كامال درويش دول علامات في كرة اليد فعندنا اصول كده فهو لما ابدا ان هو عنده رغبة ان هو ينزل فانا قلت انزل معه نائب وبعدين الموضوع خد بيت شوية كده شوية جدل والنقاشات عشان كان فيه شخصية عظيمة فاضلة اسمها الاستاذ محمد الاتريبي كان اشتغل مع كابتن حسين في اللجنة اللي فاتت في منصب النائب فساعتها قررنا ان لو نزل هو هيبقى نائب وانا بقى مين صندوق في حالة عدم نزوله انا هطلع والاستاذ ماندوح حسيني هو هيبقى مين الصندوق وبعد ما استقررنا على كل حاجة مؤخرا قرر الاستاذ حاني العتان هو ينزل الانتخابات فكان قريدي خلاص احنا خدنا القرار بتاع الموضوع وكان فيه محاولات لتقريب وجهات النظر لكن ما نجحتش فخلاص احنا قررنا احنا هننزل في هذه الاماكن وانا مكتوب علي تماما كده دايما المنافسات بتبقى قوية شوية ربنا يسهل ان شاء الله برضو الناس شايفة برضو العلاقة حتى الان طيبة ما بين حضرتك ومستاذ هاني العتال برغم التنفس وستزال وستزال ما دي نقطة مهمة هل مع اشتداد الوقت وقتراب معدن انخبات ممكن الامور تخرج عند السيطرة راقب وشاهد يعني احنا لغاية اخر لاحظة شاهد زي منافسة بشكل عام منافسة شريفة خلي بالك الانتخابات المراضي غير اي انتخابات في الفترات السابقة انت شايف من اول يوم مش عايزة اقول ان هي في ناس بقى مش هدبها بقى حرب ومش عارف ايه لا 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 هو تنافس شريف وكل واحد بيقدم السي في بتاعته بيقدم انجازاته والناس هتختار في الاخر لكن احنا في الاخر اصحاب على فكرة هاني العتال لعب كرة يد فيعني العلاقة اصلا طيبة الحمد واسا ستظل جيدة ان شاء الله على طول فانا مش شايف ان في اي انزعاج من الانتخابات المراضي ان شاء الله يمكن برضو البعض شايف انه حركت حرقتك داخل نبز زمالك بدأت زي ما اقولوا تزيد مع الوقت وكان اخيرا تدخل لحل ازمة قطاع السباحة ومدربين ودفعت مبلغ من جيبك شايف ازاي الموقف ده خصوصا انه في الوقت الحالي الكل بيحاول يساعد نبز زمالك نظرا الازمة المالية الخنقة اللي مرم هو بصراحة احنا يعني اتجرينا للموضوع ده احنا كنا من الاول مقررين ان احنا داخلين نقدم السيفي هات بتاعتنا نقدم رؤية نقدم وجهة نظر هتقدم ايه بخبراتك اللي انت اكتسبتها بالنجاحات اللي انت عملتها ايه اللي هتقدر تقدمه النادي زمالك بحيث نادي زمالك يبقى معتمد تماما على نفسه على تنظيم موارده وتنظيم صرفه يبقى فيه سيستم محترم كده مبني على اسس علمية علشان نقدر نعدي بالمشاكل اللي في نادي الزمالك لكن لما نزلنا على ارض الواقع لقينا للأسف يعني ان لازم تعمل كده ده الاسف الشديد يعني ان لازم فيه مشاكل متفقمة لدرجة كبيرة جدا في نادي الزمالك يبقى لازم تديها حلول وقتية سريع حقا مسكنات لان انا شايف ان ده مش حل المشكلة هو ده مسكن لفترة معينة علشان المشاكل اللي موجودة في النادي فاضطرنا ان احنا نخش في هذا المعترف يعني فكان فيه مشكلة كبيرة في السباحة وهو من اكبر القطاعات اللي موجودة في النادي فتدخلنا انا والقايمة وتبرعنا بمبلغ من المال علشان يصرفوا المرتبات المتأخرة بتاعت المدربين لان هما العنصر المهم كمان ان اولياء الامور كلها متعلقة بيهم وولادهم متعلقة بيهم فكان دورنا ان احنا نحل المشكلة دي يامل واحد صادقا حل مشاكل ومشاكل مالية ومشاكل انشائية في نادي الزمالك كتير لكن مش المفروض ان انا اطلع اقول واحد لما بيبابيت وفيها مشكلة ما باطلعش اقول يعني لكن انا مقربا لما كان كابتن حسين في اللجنة المؤقتة اللي كان فيها في النادي كان فيه مشكلة كبيرة جدا في الصالة بتاعت نادي الزمالك في العرضيات بتاعتها في غرف خلع الملابس بتاعت اللاعبين وكت حزين لما شفت المنظر ما تأخرتش ولا ماليا ولا هندسيا ولا عملت كل الموضوع ده انا اللي عملته لكن ما طلعتش قلت انا عملت كذا كذا وقابليها صالة الصغيارة كتا الارضيات بتاعتها منتهية وبرضو انا اللي عملتها من غير ما اقول مش لازم اقول كده لكن للأسف يعني اتقلنا انتوا لازم تعملوا كلام ده ولازم تقولوا فاحنا شغالين ولسه في مفاجأت تانية ان شاء الله ان شاء الله يمكن الكابتن حسين لبيب بيقول انه حلالات ان شاء الله اذا اقول دليك النجاح هو الملف الهندسي هو الملف المهم بداخل نادي الزمالك خصوصا فرع 6 اكتوبر الناس بتسمع عنه بقالها 20-25 سنة مقر النادي يتسحب اكتر من مرة اتنقل لغاية ما وصلنا للمقر الحالي شايف ازاي فكرة مبنى او فرع 6 اكتوبر وازاي الزمالك يقدر يستفيد منه هو انا بس ليه صفتين في المجلس او مهمتين بالصفة المهنية انا مهندس اصلا انشائي وعندي شركتي الخاصة واشتغلت في المنشآت الرياضية ودي حاجة مهمة جدا ان انت يبع عندك الخبرات الرياضية وايه الاحتياجات الرياضية وتقدر تنفس بها منشآت الرياضية يعني انا شاركت في بطولة الكاسة العالم دي في التصميم وفي الاشراف على التنفيذ بتاع الصلاة اطلعت فيها الكاسة العالم سواء في العاصمة الادارية او برج العرب او في 6 اكتوبر وخصوصا بتاعت 6 اكتوبر ديت لان انا كنت باعتبرها حلم وابن من ابناء يعني لان حققت فيها خبرات كبيرة جدا انا لما سافرت كتير وشفت منشآت الرياضية بره عايز اقولك ان الصلاة دي كنا مصممينها على اساس انها هي فيها فندق يقدر يسوعب 3 فرق في نفس التوقيت فيها 3 ملاعب للتدريب فيها مقر للاتحاد المصري ومقر الاكاديمية الافريقية ومقر سواء للوزارة او للاتحاد الدولي وممكن فيها تقدر تعمل بنك وستور للملابس الرياضية وكافيهات وتقدر تعمل فيها افنتات اوت دور وإن دور انا كنت بخطط ان انت بناء على تعليمات الدولة ان يريد الناس تخرج من عبائة الدولة في الاعتماد على مدخلاتها فانا كنت ماشي في الاتجاه ده وكدنا عن ناصل يعني بس اللي حصل حصل بقى ساعتها يعني فنادي الزمالك بقى بفرع 6 اكتوبر فيه غلطة كبيرة حصلت جدا في نادي الزمالك في الفرع الاساسي ان الاعداد بقت حاجة لا تتناسب تماما مع المساحة اللي موجودة وحتى التشتبات الموجودة او التأسيمات مش متنفذة باصول هندسية هي الهندسة بتعملت ليه والتخصص بتعمل ليه لازم اللي يقولك المواصفات بتاعت حمامات السلاحة المواصفات بتاعت الارضيات المواصفات بتاعت التكييفات كل الحاجات دي بيبقى ليها اصول هندسية هي كبت الاسب بتعمل كده فالبنية التحتية في الفرع الاساسي الموجود لنادي الزمالك بقت متهلكة جدا فده كل ده حيبقى تابع الشق الهندسي بحيث ان احنا الفرع بتاع 6 اكتوبر فيه تفكير معين يعني لان احنا ما عندناش فلوس يعني عندنا ديول ما عندناش فلوس فلازم تخش كشراكة مع مستثمر عن طريق طريق انشاء او طريق اسمار اسمها البي او تي ان هو احنا معانا الارض الملك وهو يخش يبني النادي وانا تقاسم الدخل لحد ما يحصل على حقوق وبعد كده النادي طب ما انا لو عندي الفكرة دي ليه اعمل فرع واحد طب ما انا اقدر اعمل فرع في المدن الجديدة في العاصمة الادارية ايا كان ونطلع بكذا فرع في نفس التوقيت انا باوعد الناس انشاء الله في خلال 18 شهر هنفتح جزء من النادي لان النادي اللي هناك 3 اضعاف مساحة الجزء ده النادي اللي موجود حاليا فهنفتحه جزئيا عشان نشد شوية كسافة من اللي موجودة في النادي الحالي يقوم يريح الناس اللي موجودة في النادي وفي نفس الوقت برا للكده نحاول بنعمل افجريد للفرع الحالي ده زائد بقى مشاكل تانية في مصيص بتاع مارسى مطروح لا يا ليخ باستوى مستوى نادي الزمالك هنحاول برضه نوسعه ونرفع كفاقته ان شاء الله مارسى النهر نفس الكلام فالملاف الانشائي في نادي الزمالك ملافه مهم جدا جدا مش هنقدر نعمل كل اللي انا قلته ده قبل حاجة مهمة جدا جدا استعادة الصورة القيمة التي طاليق باسم نادي الزمالك ثقة الراعي والمستثمر واللعيبة والاجانب لازم تستعيد السمعة الطيبة بتاعت نادي الزمالك ده وده اهم ملف عندنا كلنا بقى كلنا مشتركين فيه لدرجة ان فيه حد متخصص في الريبراندنج بتاع اسم النادي وطبعا هيقوم بيه الاساس هاني شكري ومع احمد خالد من تحت السن هيبقوا مسئولين على الموضوع ده وانا متأكد ان هما هينجحوا فيه تماما ده بخصوص ملف الانشاءات اعتقد كده انا ربطته لك الملف علعب الصلاط يمكن برضو حرارك يعني احد نجم السبقين ده العب الصلاط داخل مد الزمالك وملعب الصلاط زي ما بيقوله في بعض الالعاب مشها بشكل جيد ولكن زي ما بقوله بقوة الدفع يعني في بعض الامور وبعض المشاكل الواضحة انه كانت فريق اليد وكانش العبات تتأيد فريق السلة نفس الموضوع فريق الطائرة ازاي هيتم بصبل النجاح فرق العب الصلاط في الفترة الموجودة الاضارة الرياضية ما بتتحدث عن لعبة بذاتها يعني مش معنى ان انا بتاع كرة يد اصلا سواء في الاتحاد سواء كنت لعب كرة يد ان انا هبص بس الكرة اليد لا بالعكس هو انت لازم تعمل سيستم ويبقى عندك رؤية انت رايح فيه عايز تعمل ايه احنا لما دخلنا الاتحاد حطينا تارجت الاساس التارجت ده الاعتماد على قطاع النشئين هو ده اللي بيفرخ لك بدل اللعيب واحد يلعب لك اجيال عمال يطلع لك في اجيال قد تحتاج انك تشتري لعيب فز من بره يبقى لعيب او اتنين في الحدود ديه بتقوم تقوم به فرقتك لكن ان انا اعتمد تماما ان انا اجيب كل طب انا معايش فلوس ده بقى اجيب من بره ازاي يبقى لازم يبقى عندي انا عارف عايز اعمل ايه لازم انمي قطاع النشئين بتاعتي اجيب محترفين على مستوى مميز في قطاعات النشئين اعداد الفرق اللي عندنا لازم اوفر لها الملاعب علشان المدربين ياخدوا فرصتهم في تدريب اللعيبة ماينفعش يبقى ملعب واحد وعليه حاجة وثلاثين فريق بيتمرانه لا يمكن تقول اني هيبقى فيه كواليتي في التدريب ولا في التعداد البدني كل الكلام ده للأسف مش هيبقى موجود فهيتحط سيستم للفرق الرياضية طبعا فرق الصلاة بما لها من شعبية كبيرة هيبقى ليها اهتمام طبعا محترم لكن هذا لا يمنع ان كل الألعاب الرياضية الأخرى اللي موجودة في نادي الزمالك هيبقى ليها اهتمام ودور وتنصيق بحس ان احنا ان نخليهم يمثلوا نادي الزمالك خير التمثيل يمكن برضو باعتبار حردتك مرشح لمنصب النائد في بعض الكلام اللي بتقال انه مجلس الإدارة او المرشحين او القايمة تضم أسماء كبيرة ازاي هيحصل تناغم ما بينكوا تجانس خصوصا مع ضغط العمل هل مكيبقى فيه أراء مختلفة يمكن نادي الزمالك مش متعود على فكرة القايمة الواحدة اللي بتنجح فدايما بيحس انه بيحصل صراعات ما بين الاطراف ازاي شايف الموقف ده و ازاي بيتم يعني كل واحد فيكوا كمنصب محرك قلت الكل الاساميك كل واحد يوم دي القيمة والنجاح بتاعه داخل السوق الرياضي او خربه التناغم ده تم وإلا ما كناش اختارنا بعض صح؟ يعني التناغم ده موجود وسواء انا على المستوى الشخصي او الكابتن حسين احنا بنؤمن جدا بالتيمورك وده اللي انا الحمد لله عملته في الاتحاد المصري كرة اليد ان لو انت واحد لوحدك لا تدعي او تفكر ان انت بتفهم في كل حاجة يعني انا بقى مهندس ورياضي وكوتش ومحامي وكل حاجة وانت في الاخر بتنجحش في كل حاجة حتى وان حققت نجاحات وقتية لكن على المدى الطويل بتوصل مراحل الاسف سيئة جدا احنا بنؤمن بالتخصص يعني اتفقنا ان احنا بنشتغل بالتيمورك بنؤمن بقى بالتخصص فلان بيفهم فكرة القدم لكن مش معنى كده ان احنا ما بنفهمش لا لكن هو مميز في الحتة داية فهو اللي بيقدم الفكرة وبنقض على الترابيزة وبيحصل نقاش ممكن حد من دول يضيف لهو فكرة وفي الاخر بنطلع هو مش بيتفرد بالقرار بتاعه لا هو بيطرح هو الفكرة والخبرات اللي عنده ازيد مننا اللي عنده مقترح جديد بيضيفه عليه وفي الاخر يطلع منتج تقوم النتاج تتحقق بسرعة وده التجربة اللي احنا مرينا بيها في اتحاد كرة اليد يعني كان معايا امين صندوق انا باعتبره من افضل الناس اللي جات مؤمن صفا وكنا مديونين واخدين الاتحاد مديون با 4 مليون جنيه سايبين وفيه 120 مليون جنيه يعني يبقى الراجل ده عشان الراجل ده بيفهم وإحنا معايا بنزوق وفيه ثقة بيننا وبينبعض بحدش بيتفرد أنا اللي عملت وفي نفس المجال في كل تخصص واحد بيمسك ملف وبيبدع فيه طيب هل المجلس قادر على التعامل مع مثلا نجاح اي شخص من خارج القائمة الناس الكبيرة اللي بتحققها نجاحات بيبقى فكرها واسع مش أنا لا انا اقدر اقود المجموعة دي كلها ان اتحقق النجاح يعني لو لو قدر الله ما قدرش للقائمة كلها احنا ما بنقولش اجبار القائمة لا احنا بنقول الافضل الاسرع الاستجابة هتبقى بين الناس سريع جدا بنقول الافضل ان الناس اللي متفاهمة دي هي اللي تشتغل افضل ما يجي واحد من الشارع واحد من الغرب لسه على بال ما يتفاهمه فمش من الظريف لكن لو حد دخل اهلا وسعلا بيه كلنا دخلين عشان نخدم ناتذ الزمالي لو هو الناس كلها بتفكر في ده اكيد هيحصل التناغم ده ان شاء الله زي يعني اعضاء الجماعية العمية دايما بيسمعوا نقود نتخابها احنا شايف ازاي انتوا هتحطوا بلا هم تقدروا تبتدي اعضاء الجماعية العمية بعد نتخابات يحسوا انه خلاص التم الوعد بيه بيبتدي بيتحق شايف فترة زمنية قد ايه يبتدي يبان فيها انا عن نفسي قلتلك اول منتج للنادي 18 شهر ان شاء الله ان شاء الله نكون فاتحين مرحلة مبدئية في ستة اكتور الفرع الرياضية ولا الاعضاء ولا الاتنين 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 هيبقى ان شاء الله يستوعب هيبقى اكينه نادي صغير بالزبط يعني احنا بالنقي ايه اللي نقدر نفتحه بسرعة علشان الناس تقدر تروح ناكل هو طبعا انت فاهم ان البنية التحتية بتاعت المنشآت الرياضية هي اللي بتاخد وقت وعشان تتعامل كويس بس الناس ما بتبقاش شايفاه لكن هي دي اساس المكان يعني فعشان كده قلنا 18 شهر ده الملف الملف التاني المهم اللي بيهم الجماهير كلهم اللي هما كرت القدم واولها مثلا فتح ملف القيد ملف القيد انا ليا مقولة كده ان اهم من الاموال ادارة الاموال يعني ممكن واحد يبقى مع عشرة مليون جنيه يعمل بها نتايج افضل بكتير من واحد مع مية مليون لكن بصرفهم غلط بفرقاحهم كده وبتا طيب انا عايز ارفع قيد صح ارفعه امتى هل ارفعه وانا مش هجيب العيبة لسه يبقى ليه ادفع الفلوس دي دلوقتي لا انا ادفعها في التوقيت لما اجيب العيبة احنا مثلا عايزين ندعم الفريق في يناير مع ان انا يعني يناير اسمه تطعيم الاندية اللي بيبقى عندها صغرات خصوصا اللي بيبقى معروض من اللعبة ما بيبقاش كتير فمجرد بيبقى ايه سد يعني مشاكل عندك السكواد الحقيقي يمتيالي هو بيبقى في نهاية الموسم لازم تختار لعبة صح يتعامل عليها سكاوتينج صح تيجي بارقام صح يتعامل العقود صح فاذا توقيت او كيفية ادارة الفلوس اهم من الفلوس وده اللي هيحصل ان شاء الله الفترة الجاي كلمة اخيرة لعضاء جماعة العمية والجمهير نادي الزمالك احنا في مرحلة مهمة جدا في تاريخ نادي الزمالك جدا نادي الزمالك عايز اعادة بناء نادي الزمالك اسم كبير جدا على مستوى المحلي والافريقي والعربي اسم كبير قوي بس حصلت له كده حزل الاسم عايزين نستعيد الصورة بتاعت الكلام ده مش هيحصل إلا بالإدارة الرشيدة الناس اللي فهمها يعني ايه إدارة رياضية احنا مش جايين عايزين كرسي ولا على صورة بس ولا بتاع لا الحمد لله الواحد مر بمراحل كتير جدا قال للقوان ان انت تخدم بيتك نادي الزمالك بالخبرات اللي انت اكتسبتها فاتمنى من الجامعية العمومية انها تختار الاختيارة الدائم الناس اللي هتشتغل بحيث انها لما تطلع تسيب نادي الزمالك شغال صح يكون معمول فيه نظام مؤسسي صح يكون حصل فيه تطور إنشائي صح كل الكلام ده محتاج ناس فهمة محتاج تيمورك محتاج قايمة موحدة فيعني اتمنى منهم ان هم يعملوا كده من الشق الاخر الجماهير وانا دايما بقول ان لم يتبقى في نادي الزمالك الا اسمه الكبير العريق وجماهيره العاشقة الجماهير العظيمة الغريبة هو الماتش الاخير ده مين اللي كسب المباراة مين السبب في مكسب المباراة جمهور قولا واحدا اللعيبة لحد نهاية الشوط الاولاني خسرانين 3-0 انت عاستخمع ان اللعيبة كده منها لنفسها كده ولا وراهم وحوش في المدرجات خلوهم يطلعوا افضل ما عندهم جمهور الزمالك جمهور غريب عظيم جمهور الزمالك بيشجع الزمالك عشان يكسب مش عشان بيكسب فرق كبير قوي ان انا اروح لفرقة جاهزة بتكسب وقول انا بشجح وفرقة تانية انا بامش وراها وبجري وراها في كل الملاعب عشان اخليها تكسب وده اللي حصل للمباراة اللي فاتت انا يعني فرقة الكورة اعترف ان هي لا ترضي لا ترضي جمهور الزمالك لوضعها الحالي عايزين اجانب على مستوى عالي يليقوا باسم النادي الزمالك مع ان انا متحفز على خمس اجانب في الملعب ده ضد كورة القدم المصرية يعني بدون نقاش يعني لكن هنحاول نجيب لعيبة التليق باسم النادي الزمالك قطاعات النشئين لازم تتطور لازم نجيب لعيبة مخلصة نلتزم معها بعقودها ادهالها في وقتها يوم اقدر احسب واطالج منهم انا بشكر الجماهير اللي هي هي هيبقى لها تأثير كبير جدا على الجماعية العمومية يمكن برضو يا كابتن حضرتك من نجوم كورة اليد السابقين كابتن حسين لبيب كورة اليد برضو في بعض الكلام اللي بيتقال دايما الشعاعات اللي هو ايه دايما كورة اليد اعتباهية العنصر الاهم والاكثر زي مقولوا حظا في التعم او في حل المشاكل شايف الرد على الخلام ده ازاي ونيرا الاحمر كورة اليد وهاني لعبتها الكورة اليد الموضوع مش موضوع كنت ايه كلنا لعبنا العاب مختلفة هشام واحسين ونيرا والناس دي كلها لعبة كورة اليد انتهى اللعب من زمن بعيد جدا لحضرتك لعبت كورة قدم وبقيت فيها سوبر ستار صح؟ انتهى عند لما انت بطلت وفضلت التاريخ كده بان انت لعيب عظيم ما بعد ذلك بيحصل حاجة من ثلاثة ياما بتبطل وبتبعد عن المجال خالص بتشوف شغلك بقى وخلاص الرياضة خلصت بالنسبة لك او بتشتغل في العمل الفني تشتغل مدرب او 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 وبتشتغل في هذا الكارير او بتشتغل في العمل الادارة الرياضية صح؟ احنا دلوقتي دخلين على معترك اسمه ايه؟ ادارة رياضية ولا هنلعبتش؟ ادارة رياضية يبقى مناش دعوة انت بتاع قدم بتاع سلة بتاع هندبول لأ انت مين في الادارة الرياضية؟ قادي السيفي السيفي بتاعت هشام ناصر اللي بيقول انا كنت رئيس جهاز كورت اليادك وانا في الوقت ده كسبت بطولة العالم بطولة البرونزية في كاس العالم للاندية وتدركت لحد ما وصلت بقية رئيس الاتحاد وقدمت كذا كذا بطولات لمصر عملنا طفرة انشائية عملنا طفرة ما ليه؟ اد سيفي في الادارة الرياضية ها انت حضرتك ايه في الادارة الرياضية؟ متقوليش هسانا كنت بجيب خمس نجوان في المطش؟ لا 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 خلاص انت اروع واحد في الدنيا كنت في الادارة الرياضية تعال نتناقش ونتنافس في الادارة الرياضية فأيا كان اللعبة اللي انت مارستها خلصت تعال بقى نخش عايزين ندير نادي الزمال الكويس علشان نعلى به ايه رأيك؟ جاهز؟ تمام شكرا متشكر جدا شكرا